لكنها كانت المرة السابعة في تاريخ البطولة أول أربع بطولات فاز بيهم فرق مختلفة من أسلحة الجيش الإنجليزي وفاز المختلط بالمرتين الخامسة والستة لكن المرة الستة تحديداً واللي كانت آخر مرة تحت إشراف الجامعية المصرية الإنجليزية لكرة القدم مسم 1921-1922 حصل فيه حاجة طريفة أوش نادي المختلط كان عنده مشاكل في تشكيلة الفريق لإصابة ثلاثة من أهم لعبية وحيلعب مع فرق إنجليزية وهو حامل اللقب واللقب معرض للضياع وعودة الكاس مرة تانية لأحضان الإنجليز المسؤولين في المختلط طلبوا من الأهلي دعموا بتلات لعبين عشان يسترد قوته ويقدر يحافظ على الكاس وفعلاً الأهلي من منطلق حرصه على إن البطولة ما ترجعش الأحضان لإنجليز تاني وافق على دعم المختلط بتلاتة من أهم لعبية رياض شوقي وده كان كابتن الأهلي وخليل حسدي ومحمود مختار سقر وفعلاً قدر المختلط إنه يفوز بالبطولة وفي الموسم الجديد فاز الأهلي على فريق هم بشار الإنجليزي 2-0 في دور 16 لكن نادي المختلط حامل اللقب خرق في نفس الدور على إيد فريق الطيران الإنجليزي وكانت مفاجأة كبيرة أوشي لأن المختلط خرج رغم إنه بيلعب فيه في الوقت ده أبو الكرة المصرية وأحسن لعب في مصر حسين حجازي وحسين حجازي مصدر أول أي فريق وفريق الطيران اللي غالب المختلط حيلعب الأهلي في دور التمانية ونزعج الوسط الرياضي الكاس السلطنية ممكن ترجع تاني للإنجليز فكتبت الأهرام قبل مباراة الأهلي وفريق الطيران الإنجليزي كتبت تحت عنوان ماذا يخيفنا على الأهلي قد وقع القدر وغلب الطيران المختلط وظن الأخير أنه في من جات من الخطر وأنه قاب قوسيني وأدنى من الكأس السلطنية نعم يظن الطيران أنه وأنه إلخ إلخ ذلك لأنه غلب المختلط ولأنه فاز على أبطال معدودين ولكن أمامه خطران عظيمان وعثرتان قويتان هما الأهلي والاتحاد وعلى كل حال نرجو أن أملنا في الأهلي هو الأخذ بثقر المختلط والمحافظة على الكأس أن تظل في أندية مصر هذا العام وعشان نعرف أن مباراة الأهلي وفريق الطيران الإنجليزي ما كانتش مجرد مباراة عادية وأنه كان لها بعد وطني نقرأ مع بعض تغطية الأهرام للمباراة اللي أقيمت يوم الجمعة 16 مارس 1923 وفاز فيها الأهلي 1-0 أحرزه خليل حسني فكتبت الأهرام تحت عنوان النادي الأهلي يقهر الطيران هرعنا مع العدد الكبير من محبي لعبة كرة القدم إلى نادي السك الحديد وكانت أفئدتنا ملأة بالمخاوف وقلوبنا ترتجف من تلك المخاوف قلنا ما قلنا قبل المباراة استصرخنا واستنهضنا أبطال الأهلي وحماته أن يصدوا عنا أولئك الطيارين العنيدي فكنا عند حسن ثقتنا بالأهليين الأهلوية يعني الأهليين يعني الأهلوية كانوا بيقول عليهم كده وقتها يعني وكانوا عند أملنا وأقرب إليه منا تقابل الراجي بالمرجة وكانت تلك النتيجة التي وددناها أو تلك الأمنية التي رغبنا في تحقيقها فأنعم بأبطال القاهرة وجزاهم الله على عملهم وحسن جهادهم خير الجزاء شايفيني إزاي الوسط الرياضي والصحافة اتعاملوا مع المباراة قلق ومخاوف وتحفيز الكل خايف أن البطولة تخرج من بين الأندية المصرية وترجع للإنجليز خصوصا أن دي كانت أول بطولة لكاس السلطان حسين تقام تحت إشراف اتحاد الكرة المصر فهل أكمل الأهلي مشوار البطولة بنجاح وحافظ على كأسها وظلت في أحضان الأندية المصرية أم ماذا؟ في الدور نصف النهائي لعب الأهل يوم الأربع 28 مارس 1923 مع فريق الشبان المسيحية وفاز بنتيجة 3 واحد ووصل للمباراة النهائية أحرز أهداف الأهلي خليل حسني هدفين وهدف لمحمود مختار وتحدد يوم الثلاث عشر إبريل 1923 للمباراة النهائية بين الأهلي وفريق دراجونز الإنجليزي والطريف إن المباراة كانت في اليوم الثاني ليوم الاثنين تسعة إبريل وده كان يوم عيد شم النسيم أيامها وكتبت الأهرام قبل المباراة تحت عنوان أين تذهب بعد شم النسيم مش أين تذهب في شم النسيم يتبارى النادي الأهلي مع فريق الدراجونز في الدور النهائي للكأس السلطانية يوم الثلاثاء الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر بأرض السكة الحديد بجزيرة بدران كان ساعتها ملعب السكة الحديد في منطقة جزيرة بدران بشبرى مصر وتحت عنوان أملونا في الأهليين اللي هم الأهلوية زي ما قلنا كتبت الأهرام أملونا في لعب النادي الأهلي أن لا يسرفوا في صحتهم يوم شم نسيم فيخرجوا يوم الثلاثاء إلى الدراجونز وهم متأثرون وخير لهم أن يؤجلوا شم نسيمهم إلى أن يأخذوا الكأث ويشموا فيها كل فخر ونسيم عليل إن شاء الله وفي المباراة فاز الأهلي اتنين واحد أحرز أهداف الأهلي خليل حسني وأحمد مختار وفاز بالبطولة ودي كانت أول بطولة رسمية للأهلي في تاريخه وكأنها جت في شهر إبريل عشان تكون أجمل هدية في احتفالات النادي الأهلي بعام تأسيسه السادس عشر